مساكم الله بالخير وحياكم الله وينما كنتوا تشاهدون عبر قناة الرؤية اليوم حدث وطني حدث انتخابي لسعادة الشيخ هلال الصالمي عضو مقرس الشورى اللي كان في الفترة الثامنة والحين ايضا راح يكون ان شاء الله للفترة التاسعة اذا ان الله اراد اليوم احنا متواجدين هنا في قاعد قصر الامراء لننقل لكم حدث جميل اسأل هلال وهذا هو الهاشتاغ اللي احنا موجودين اليوم عشانا راح يسألوا الناس اهلال الصالمي اهلال الصالمي راح يجاوب عليهم على ايش هي الرؤية المستقبلية اللي هو راح يشوفها للمستقبل القادم نتمنى ان شاء الله انه هذي الجلسة اليوم او التجمع الجميل هذا اليوم او الحدث اللي راح يكون ان شاء الله شي طيب وجميل ونقلة جميلة ايضا في طبعا مجلس الشورى ورح نشوف ايش اللي راح يقدمه سعادة الشيخ هلال الصالمي إذن خليكموا إيانا إن شاء الله راجعين لكم ورح ننقل لكم كل التفاصيل والإحداث لا تروحوا بعيد راجعين وإذن نكملين تواصلنا جميل لكن بدايتنا رح تكون بداية خير بدايتنا مع سعادة الشيخ لالسان ومستكلة بالخير الله يمسيك بالنور أهلا وسهلا نزار حياكم الله العنوان هناك يقول اسأل هلاله لكن أنا اليوم لابس يستمر العطاء فإن شاء الله اليوم رح نشوف الأشياء اللي رح تقدمها لكل من رح يحضر في هذا المكان الطيب وإيش اللي محضريننا اليوم والله اليوم نحن محضرين كل شيء مثل ما يقولون زين لأهالي ولاية السيب وللحضور بطبيعة الحالة نحن اليوم رح نطرح الرؤية الجديدة لإن شاء الله الدورة القادمة لمجلس الشورى إضافة أن الناس كانت تسألني دائما عن استخدام الأدوات البرلمانية واليوم كذلك نحضرين تقرير خاص عن الأدوات البرلمانية كذلك إن شاء الله رح يكون هناك استعراض للإنجازات على المستوين طبعا الوطني وعلى مستوى الولاية أنا أتأمل اليوم إن شاء الله الحنبور رح يطرع راضي بإذن الله تعالى لأن رح غطينا كل الجوانب اللي الشخص يسأل عنها واللي الشخص يريدها بالضبط خلال اليوم إن شاء الله تعالى إن شاء الله يا رب نتمنى لك كل التوفيق إحنا موجودين هنا من قناة توريا عشان نغطي هذا الحدث الجميل الرؤية المستقبلية اللي رح تطلع فيها اليوم إن شاء الله إيش هي يعني تقريبا إيش الأشياء اللي رح تطلق لها وتتكلم فيها هو شوف بالنسبة للرؤية الانتخابية طبعا تحمل في طياتها يعني أكثر من محور هي ثمانية محاور المحاور هذه تتحدث عن كل جانب من الجوانب اللي تعي طبعا الوطن بشكل عام فهناك الجانب الاقتصادي وعندنا الجانب الصحي وعندنا الجانب الاجتماعي وجانب التربي والتعليم فكل الجوانب تطرقت لها أنا حتى أعطي رؤية شاملة وكاملة إن شاء الله عن ما يطلبه الوطن وما يطلبه المواطن خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى نلاحظ هناك ساعتك حضور جدا كبير ما شاء الله لهذا المكان الطيب لهذا الحدث فهل راح يكون هناك إن شاء الله مدة كافية لجميع من يطرحون الأسئلة أعتقد راح تكون في أسئلة كثيرة اليوم فهل راح يكون في مجال وفي وقت أنكم تجاوب على جميع الأسئلة إن شاء الله بطبيعة الحال إحنا موجودين للناس اليوم وتعمدنا اليوم نفرغ كل أوقاتنا لهم راح نستمع للجميع وراح نجاوب على الجميع بكل تأكيد إضافة أننا عملنا من قبل هاشتاغ في تويتر وفي الإنستجرام حتى نستقبل أسئلة المواطنين كذلك من قبل وعلى أساس أننا نكون مستعدين لما يطلبه المواطن وما يريد أن يعرفه المواطن كذلك إن شاء الله كل توفيق لك ساعتك إحنا موجودين هنا في قلب حدثة راح نغطي هذا طبعا الحدث الجميل اسأل هلال وهلال موجود اليوم كل ما تواجهها لكل من يشاهد هلال عبر قناة الرؤية أنا بالبداية طبعا أشكركم في النهاية أشكركم الرؤية دائما موجودة في كل حدث شكرا جزيلا لكم طبعا أحنا أقول أنه هلال موجود دائما هلال موجود لخدمة المواطن والوطن في كل أمر ستجدون هلال موجود إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة